لكن أنا عايز أتكلم نهاردة لحد الوقتي الناس بتحتفل من حقيني طبعا من حق الناس اتشايف الناس عاملة ازاي ما فيش شك ان فرحة الجماهير محدش هيقدر يسرقها لكن احنا بنتكلم ويمكن يمكن انا على المستوى الشخصي كمان اتكلمت دورنا ايه يعني دورنا مش هقول دوري كاعلامي لكن دوري كلاعب سابق دوري كواحد متربي في النادي ومشجع قلت من خلال حتى كده يعني على الفيسبوك وعلى تويتا هذا التنمر وهذا الجماهير المحسوب على النادي الاهلي واحنا بنرفض وانا برفض واعتقد النادي الاهلي بيرفض هذا التنمر على اللاعب طبعا شكبالا لاعب نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت كان فيه مواقف صعبة جدا وانا في اعتقاد الشخصي ان احنا نخرج بتلات نقط من هذه النقطة النقطة الاولانية ان احنا بنرفض تماما التنمر على اي عضو ايا كان لاعب او اداري او مسؤول في إدارة المنظومة الرياضية كلها وده اللي قاله كابتن محمود الخطيب إن إحنا بنحترم المنافس بشكل كبير جدا وخلينا نتكلم على مثال رائع مثال حي معنا لغاية دلوقتي هو الكابتن محمود الخطيب تفتكروا معايا كابتن محمود الخطيب خلال السنتين اللي فاتوا قد إيه عانى من الخروج عن يعني كان فيه تطاول على الكابتن محمود الخطيب بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وتخيلوا إن هذا السباب والشتائم والدخول في الأعراض إن كابتن محمود الخطيب بمبادئ النادي الأهلي التزم الصمت بشكل كبير جدا وعايز أقول لكم الجزء الثاني والأهم إن طب فين ردك يعني رغم الانتقاط اللازع ليه كابتن محمود آه دوت دوت اللي أنا كتبته على صفحتي على الفيسبوك بنقول إن كابتن الخطيب رغم هذا يعني كمان النقد اللازع يا كابتن محمود تكلم يا كابتن محمود رد كان رد كابتن محمود الخطيب إمتى يا جماعة كان رد كابتن محمود الخطيب وهو واقف على منصة التتويج رد كابتن محمود الخطيب في حضن ولاده وهو بيسلمه كاس غالية جدا جدا رد كابتن محمود الخطيب وهو بيسلم المدليات للعبة النادي الأهلي وبيحضن أفشى وبيحضن قهربة وبيقول لهم من غير ما يتكلم من غير صوت بيقول لهم شكرا هو ده النادي الأهلي هو ده الرد اللي رد به كابتن محمود الخطيب على كل من أساء لي للفترة اللي فاتت ودايماً متعلمين في النادي الأهلي يا رجالة الرد في الملعب النادي الأهلي متعود انه هو يكون الرد في الملعب بالبطولات بالفوز بدايماً يكون النادي الأهلي في مكانة مختلفة هي دي الجزء الثاني جزء الثالث اللي بحب كمان اؤكد عليه ان احنا يعني ضد التنمر ضد اي لعب الاحترام الكامل الاحترام الكامل لرموز نادي الزمالك الاحترام الكامل لجماهير نادي الزمالك الاحترام الكامل لمنظومة نادي الزمالك الذين يستحقوا هذا الاحترام الجزء الاخير قلت في التويت او في الفيسبوك نقفل الصفحة وتعالوا مع بعض من خلال مبادئ النادي الاهلي هي دي الرياضة النادي الأهلي بيدي مثل أن الرياضة أخلاء كابتن محمود الخطيب بيدي رسالة مش هو كشاص لا ده رسالة من مئات السنين النادي الأهلي بيقول أن الرياضة أخلاء تعالوا نقفل الصفحة دي مش عشاننا كمان عشان خاطر الأجيال اللي جاي عشان خاطر الولاد اللي طالعين بيتفرجوا على رمزين رمز كبير رمز النادي الأهلي والرمز الآخر نادي الزمالك هذا التعامل في السابق لازم نقفله ونقفل عليه تماما وتكون صفحة بيدي من دلوقتي نبز التعصب وأن احنا دايماً بنحترم بعض المنظومة لازم تحترم بعض بشكل كامل وده دورنا هنا والكلام ده قلنا يا سيهم من أول ما دخلنا البيت الكبير ده دورنا أنا كدوري كلاعب سابق في النادي الأهلي اتربيت في النادي الأهلي اتعلمت الكلام ده في النادي الأهلي أن اللي يهينك ويشتمك ما تردش عليه اللي يهينك ويشتمك ترد عليه بلعبك ببطولاتك بصمتك أحياناً هو ده الرد اللي تعلمته في النادي الأهلي أفتكر أنه التاريخ شاهد على ده شاهد على ده ما أفتكرش حتى أنه أي فرد يعني ينتمي للمؤسسة الكبيرة دي اللي اسمها النادي الأهلي أفتكر يعني ما سببش أزمة أو هو اللي بدأ أو كان فعل دايماً النادي الأهلي بيكون رد فعل صحيح أنه رد الفعل ده ما بيقاش بالكلام وأحياناً حتى الكلام بيبقى قليل قوي وبنفضل هنا يعني نجمع ما بين السطور ونفضل يعني نقول إيه هي الرسائل اللي من ضمنها يعني مثلاً أو دخلت يعني اللي تضمنها مثلاً أحد البيانات لكن اللي أنا عايز أقوله كمان حتى من قبل تسليم الميداليات آه صحيح كاس وغالي وكنا مستقنينه كتير وكم خصمنا وكم عاندنا قولوا زي ما تقولوا الحمد لله أحققناه بس قبل ده يمكن أنتم شفتوا حتى بعض من أعضاء مجلس الإدارة إدارة النادي الأهلي الحالي اللي كانوا بيتكلموا وإحنا حتى ده عرضناه كذا مرة يعني قد إيه كابتن محمود والمجلس كله الحقيقة مهتم بخدمة الأعضاء المنشآت على مستوى الإنشآت على مستوى حتى البناء التحتية النهاردة فرع التجمع اللي بيحصل في الشيخ زايد في مدينة ناصر الجراج اللي كان مسبب أزمة كبيرة يعني أنت حتى على المستوى حتى على المستوى الرياضي في جميع اللعبات سواء الفردية أو الجماعية يا ما هنا تكلمنا عن التدعمات في كل اللعبات مش بس في كرة القدم فبدأت النهاردة العين عين مجلس الإدارة تتشعب تدخل في التفاصيل قبل من قبل أنا عارفة أن يوم 27 ده كان يوم صعب ومهما نتكلم ومهما نقول هنا لا كانت عينينا فعلا على البطولة دي لكن حتى من قبل أفتكر من المجلس وكابتن محمود الخطيب كان بيرد بأفعاله ومروره والشغل الدائم ده المتواصل أفتكر الكابتن محمود ما كانش بينام فعلا الفترة اللي فاتت دي لا حد أولا بارح أنا معك في كل اليومتية سهام لكن يعني عايزين طبعا نبس القدمة احنا منتكلم من قلبنا احنا فعلا مش محضرين كلام اللي احنا بنقوله ده ده اللي احنا حتى شفناه لما دخلنا هنا وانت طبعا شايفه من زمان وقبل مني بكتير بس هو ده فعلا اللي احنا ده فعلا كلام من قلبنا هو ده الكلام الحقيقي اللي بيحصل عمرنا ما هنرضى هنا إن احنا نسيء لأي فرد مش لأي لاعب لأي فرد لأي جهة لأي انتماء لأي نادي لا دي طريقتنا ولا دي أسلوبنا ولا إن احنا نخص شخص أو إن احنا عندنا مصالح أو إن احنا حسابات أنا عن نفسي معرفش حد خرص أنا بشتغل أنا دايما نقول قبل ما أدخل النادي كنت دايما نقول يا رب أنجح يا رب أنجح وحيات ربنا دي حقيقة فربنا استجاب لدعوتي عشان كده أنا بقيت هنا في القناة دي فأنت مش بتعمل حساب لحد أنت بتعمل حساب بتعمل حساب لتربيتك بتعمل حساب لضميارك نشرف المهنة دلوقتي نشرف المهنة ومبادئ النادي الأهل دي حاجة يعني أنا باق باختصار برضا عشان ما نطولش على السادة المشاهدين هو كان جزء مهم جدا إن احنا نوضح أصلا الدنيا مقلوبة في ناس كتير قوي بتحاول إن هي تشتتك وتخرجك حتى بإن أنت تفرح بالكاس سهام إحنا إحنا متعودين في النادي الأهل دايما إن مهما الدنيا تتقلب حواليك أنت شغال وبصص قدامك إحنا دايما متعودين وأنا متربي في النادي الأهل على كده مهما الدنيا لا إحنا عارفين سكتنا كويس قوي كابتل محمود الخطيب والمجالس الإدارة اللي فاتت عارفة سكتنا كويس قوي هي الموضوع إن إحنا الموضوع يعني لما بتحتفل حتى أنا كمان في التويتا كاتب الجماهير النادي الأهلي المحسوب على النادي الأهلي ما بين قصين لأن في اعتقاد جماهير النادي الأهلي الحقيقية اللي عارفة قيمة هذا الكيان أكيد مش هترضى ولا تقدر تعمل هذا الفعل اللي قام به بعض الأشخاص فاحنا من هنا من بيت الكبير من قناة النادي الأهلي بنقول للناس داية انتم مش تابعنا عايزين تبقوا تابعنا امشوا بمبادئ النادي الأهلي وفي نفس الوقت بنقول بنحترم كل لعبة نادي الزمالك وإقدارات نادي الزمالك وكل المجلسات الإدارة على مستوى كل الفرق فعايزين نقفل الصفحة داية ومن هنا من البيت الكبير بندعو لنبذي التعصب خلونا يا جماعة نشتغل بشكل احترافي آه فيه تعصب شوية لكن الوصول لهذه الدرجة مرفوض رفضا نهائيا